اهلا بكم من جديد تنمية مشاعر الحب عند الاطفال سواء كانت حبهم لوطنهم او حب اللي حواليهم ده بيحتاج مجهود كبير جدا من الامهات ومن الاباء اعتقد ان احنا لازم نبتدي من مراحل عمرية كده تكون بدري قوي عند الاطفال عشان لما يكبروا يعرفوا يعني ايه حب يعرفوا يعني ايه حب وطنهم يعرفوا يعني ايه حب بصفة عامة في الحياة ويعرفوا يده الحب ده مصطفى تأكيد الحب والعطاء وثقافة نقدر اننا نغرزها ببساطة في اولادنا في مراحلهم السنية المبكرة خلونا نعرف نعمل ده ازاي ازاي ننمي الحب عند الاطفال ازاي نخرز فيهم ثقافة الحب ازاي نخليهم يحبوا بعضهم ويحبوا شغلهم ويحبوا مذاكرتهم ويحبوا اسرتهم بنراحب بدكتورة عشاني ماء هلال استشاري علم النفس الترباء واللي يمكن تضيف لنا نقاط مضيئة في هذا الملف صباح النور كل سنة انت طيبين دايما نقول ازرع حب تحصد حب لما ندي اولادنا حب نقدر نخليهم يعرفوا يحسوا بالحب ويقدروا يوزعوا الحب ويحبوا بقى البلد ويحبوا اللي حواليهم ويحبوا اللي بيعملوا ويحبوا بيتهم ويحبوا المدرسة ويحبوا كل المحيطين بيهم مع الاطفال مش لما بنيديهم حب بنحصد حب لما بنيديهم احترام بنحصد حب لما بنيديهم اهتمام بنحصد حب الحب بالنسبة لهم مش مترجم زينا مشاعر الحب عندهم عند الأطفال مش بتترجم زي مشاعر الحب اللي احنا بنحسها الاحترام الانتماء هو يولد الحب عند الأطفال فده مفتاح السر الحب عند الأطفال لتحصد حب الأطفال اديهم احترام واشعروا بالانتماء لمجموعة لجماعة ده مهم للغاية والحاجة الانتماء عموما هي الحاجة التانية احنا عارفين طبعا هرم مصره للحاجات الحاجة الاولى احنا عارفين لكن خلينا نراجعه طيب عشان اللي مش عارفين في الحاجات بتاعة البني آدم عموما هي هرم مصره الاحتياجات القاعدة الاولى في الهرم هي الحاجات الفيسيولوجية الاكل الشرب اللبس الجنس الحاجات الفيسيولوجية لما القاعدة دي الدرجة دي بتشبع الإنسان بيفكر فيه الدرجة اللي بعدها خلونا نتخيل أو نعرف قد ايه مهم إن الدرجة التانية من درجات الهرم الاحتياجات الحاجة للانتماء حاجة الطفل للانتماء للشعور بالأمان للشعور بالانتماء بالوحدة مع مجموعة هو ده اللي بيولد الحب وهو اللي ده بيولد الانتماء للوطن بعدين لسه أكيد في رسائل كتير للأب والأم يعني محتاجين يزرعوها في طفلهم وهم صغير أهم الرسائل دي إيه حالك قلت الحب والإحترام التقبل التقبل دي من أهم الرسائل اللي لازم الطفل توصله التقبل الغير مشروط اللي هو بنسميه الحب مش لو جبت درجة كويسة أنا بحبك مش لو عملت الصحة أنا بحبك لأنا بحبك في كل الحالات ولكن أنا بتقبلك في كل الحالات ولكن أنا زعلان من الموقف ده أو مبسوط من الموقف ده التصرف ده يرضيني أو التصرف ده لا يرضيني لكن إني أربط إني بحبك أو متقبلك بسلوك معين لا ودايما بنقول الأطفال زي الزرعة تخيل كده لو أنت عندك لو قمت الصبح لقيت فيه على باب بيتك هدية كده فأنت بتجسها كده لقيتها زرعة فأنت تخيلت أو توقعت أو حبيت تمنيت أنها تكون مثلا ياسمين أنت بتحب الياسمين أوكي ففتحت الزرعة لقيتها صبار لقيتها نوعه تاني خالص في كل الحالتين إذا كان ياسمين أو صبار فهو محتاج شمس محتاج رعاية محتاج هوا محتاج دوق محتاج تغيير سماد ومحتاج تغيير للطربة محتاج بشكل كامل الرعاية إذا ابني أو بنتي طلع بالشكل اللي أنا متمنى أو متخيله طباعه وسلوكه ومهاراته تمام أو لأ فتمام برضه هو في الحالتين محتاج مني نفس التقبل يمكن ده موجود في حقوق الطفل أو قانون حقوق الطفل طبعا ده يعني نقطة من الحاجات اللي تم الاتفاق عليها يعني عالميا وبقت موجودة النقاط دي لكن أحنا بنتكلم بقى في حاجة تانية خلينا نقول إن إحنا تعالين نتكلم كده وإحنا مش دارسين وإحنا مش عارفين وإحنا بنتكلم زي طريقة أهلنا كده وإحنا قاعدين في البلد بأمور بسيطة وهدية نخلي أولادنا إزاي يحبوا الأرض اللي إحنا تعودنا إن إحنا نكل منها ونعيش عليها ويحبوا البيئة المحيطة بينا واحد حبيها أنت أول خطوة حبيها أنت ما نفعش أبقى في تفاصيل حياتي الصغيرة والبسيطة أعمال أنتقد الموقف حولي بشكل لازع وشكل صريح وقوي وأطلب من الولاد بقى لما نيجي نرسم حب الوطن إزاي ونرسم حب الأرض إزاي إذا أنا أنا مش بحبها أنا مش متقبلها أو لو بحبها بحبها بطريقة الأطفال بتسمع وتفهم وتشاهد والموقف التربوي المباشر لا يؤثر زي الموقف الحياتية اللي إحنا بنعدي بيها كده في حياتنا تباعا ومرور الكرام مش بناخد منها إزاي بتأثر في حياة أولادنا وفكرهم قوي الأولاد اللي بيشوفوا أهالي ترمي في الأرض ترمي الزبالة ما هو ده مش موضوع نضافة بس موضوع أنا منتمي وده بنشوفوا قوي بقى إمتى لما مثلا مصر تكسب بطولة معينة بنبص نلاقي الانتماء طفح على الشخصية وعلى شخصية الأولاد وعلى فكرهم بشكل قوي جدا تعليقات المراهقين والناشئين في الصفر وإن أنا عايز أسافر وأمشي بره كل ده بيتلاشى وبيختفي الفترة ومش فترة قليلة وبيبقى حاسس إنه هو منتمي وفخور حاسس بالفخر في الانتماء لجماعة معين الانتماء ده بيجي من انتماء ده إحنا كأولئ أمور أو كأباء أو كأمهات للوطن ده بيطلع في صورة سالسة وفي صورة يومية متكررة وده مش بيبقى درس كده لا ده هو بيبقى وإحنا عايشين ده اللي بيطلع بيقولوا إن الحب بينمي قدرات الطفل الحركية والسلوكية والسامعية والبصرية الأبحاث تكلمت وصفت ده إزاي؟ أثبتنا علميا إنه من خلال تخطيطات الدماغ وتخطيط المخ عند الأطفال لما جينا نشوف طفل في بيئة تربوية مشبعة بالحب وطفل تاني في حياة أو بيئة تربوية قسي أو جمدة لقينا إن رسم وتخطيط الدماغ مختلف تماما وإن القدرات الإدراكية والمعرفية عند الطفل وهي الحقيقة إنها هي أساس القدرات كلها يعني إذا قلنا إن الانتباه والتفكير هو باب الأوضة فكل مهارات الطفل فيه هي في الأوضة اللي جوه دي يعني أنا مش هقدر أفوت أو أكتسب أي مهارات كطفل إلى إنه لما يكون باب الأوضة مفتوح باب الأوضة دي هي المهارات المعرفية أو الإدراكية أو قدرتي على التفكير أو قدرتي على الانتباه والتركيز المهارات المعرفية أو الإدراكية هي الأساس في تعليم الطفل المهارات كلها سلوكية بعد كده أو لغوية أو حركية أو whatever إيه المهارات دي فباب الأوضة ده إذا مفتوح أنا بقدر أدخل لكل المهارات دي ثبت علميا أن رسم وتخطيط الدماغ للطفل المشبع عطفيا أفضل بكتير جدا من الطفل في البيئة القاسية دماغ ده هيعمل إيه؟ هيخليه ذكر أفضل؟ هيخليه أفضل في كل حاجة هيخليه شخصية باختصار شخصية متزنة شخصية متوازنة بالزبط كده فتلاقيه سلوكيا مظبوط متزن مش مضطر يعمل حاجة عشان يرفض الانتباه لأنه قريدي واخد مشبع بالحب ده فده تندة كبيرة جدا وتحتية تفاصيل كتير قوي معظم معظم سلوك الأطفال المشكلة لو بسبب مشاكل في المدارس وفي البيوت ومع أصحابهم بتبقى مشاكل أو سلوك للفت الانتباه للفت الانتباه أنا بجذب عشان أنا أقول أنا هو أنا بسرق عشان أثبت نفسي أنا بوقع بين أصحابي أنا بعند علشان أنا منتقد دايما فمعظمها سلوك للفت الانتباه وده لأنه الطفل مش متزن عطفيا عطفيا مش متقبل أو متقبل بزيادة يعني فيه ناس أوكي على كل حاجة تمام على كل حاجة بوافق على كل حاجة بزعم مني أو بتفكير مني أن النوع ده من التربية هيخلق جو لطيف بني وبينه فكل حاجة براحتك كل حاجة براحتك أحدث الدراسات قالت أن نقول لأ ولا نقول آ ولا نقول براحتك كلمة الآ على طول أو أني أنا بلبي رغبات ابني أو بنتي طول الوقت بيطلعوا غير مسؤول وبيطلعوا مش عير في الصح من الغلط كلمة لأ اللي طول الوقت أو على معظم رغباته أو طلباته بتخلق نوع مني إما عنيد معايا أو منقاض من الآخرين كلمة براحتك 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 طول الوقت بتخلق نوع من عدم الأمان يعني البني آدم يطلع ناشئ لا يشعر بالأمان لا يشعر بأنه فيه سابورت وراء لأ أنت يعمل الصحي نعمل كذا وكذا وكذا لأ أنا مش براحتي ومش مطلوب أعيش براحتي أنا مطلوب أطلع شخص ناضج الناضج الشخص الناضج بتبقى ميكس ما بين آ ولأ وبرحتك ده يطلع شخص ناضج متزن المتزن ده حيبقى متزن في دراسته حيبقى متزن في حياته الاجتماعية حيبقى متزن في سلوكه حيبقى متزن في علاقاته علاقاته اللي بنشوف فيها دلوقتي لغباتة رهيبة قوي طيب فيه إشارات مشوشة كده ممكن نديها للولاد تخليهم يبقوا مش عارفين يعملوا إيه عارق ليس بتقولي لما بنبقى قاعدين وبنتبع بطولة وبنشجع وبنبقى كثبانين الولاد بيبقوا حاسين قوي أنهم مبسوطين وبيبقوا حاسين بالانتماء هل مشروط الشعور بالانتماء أو الشعور بالوحدة ناحية المكان الانتماء والهوية وكل حاجات الوطيفة دي بتبقى مرتبطة به النجاح فقط يعني لو ما كسبناش في المتش الولاد يفضلوا مستمرين في فكرة إحنا لأ عايزين نمشي عايزين نسافر ولا لازم يبقى عندهم الشعور أنه على الحلوة والمرة إحنا وجودين معظم طبعا يعني ده سؤال أكتر من رائع هو مش مرتبط بالنجاح هو مرتبط بالفخر أوكي والفخر مش مرتبط بالنجاح أو مش مرتبط بالنتائج لأ هو مرتبط بأن الناس عملت اللي عليها يعني مثلا في بطولات كتير جدا إحنا وصلنا النهائيات وما خدناهاش ولكن شعورنا أن فريقنا ومنتخبنا عمل اللي عليه أتقن وبزل مجهود ده أشعرنا بالانتماء جدا فإحنا بصرف النظر عن النتائج ولكن المنظومة عملت اللي عليها فأنا فخور بيك وبانتمائي ليك أن أنت عملت اللي عليك فهو كده إحنا مش لازم نكون مش لازم تكون والدتي أفضل أم في الدنيا من ناحية الثقافة أو الشكل أو أو لكن يكفيني فخرا أنها عاملة اللي عليها عاملة مضحية من أجلنا مفضية وقتها لنا عاملة اللي عليها من ناحيةنا كل واحد عنده أمه هي أفضل أم في الدنيا ده طبيعي جدا لازم يبقى حاسس كده لو هو مش حاسس كده أعتقد أنه هيبقى فيه خلق طبعا بس خليني خليني اتفق أن إحنا حبنا لأولادنا حب فطري لكن حب أولادنا لينا لا مش فطري بأسباب بأسباب يعني إحنا كأمهات وكأباء نحب أولادنا غصبا عننا حتى يعني مهما كان تصرفهم أو سلوكهم أو حتى لو إحنا أسأنا التصرف لكن مشاعر الحب عندنا فطرية لكن مشاعر الحب عند الأولاد مش فطرية لأسباب علشان ماما بتعمل كده وكده وكده وأخفقت فكده وكده عشان كده تلاقي يعني صعب جدا تلاقي أم تعيق ابنها لكن فيه ابن يعوق ابن أمه يعني دي وردة وبنشوفها كتير لأنه إحنا مشاعرنا نسبة هنا أجبر من نسبة ناخر طبعا إحنا مشاعرنا فطرية كل حاجة فيها استثناءات طبعا لكن مشاعر الأطفال لكن بشكل عامل كلمة بتاعت حضرتك صح مشاعر الأطفال مش فطرية مشاعر الأطفال لسبب علشان كده بيقولك إحنا يعني حريصين على إن إحنا نخلق الأسباب دي أو نوجدها أو نأكد على وجودها دايما أو نحافظ على علاقتنا بأولادنا دايما الحب ولكن بالحزم المشروط بالحزم المتوافق مع الحزم إن يبقى استريكت معاه وإزاي يعني أنا مثلا بنوتي في مرحلة المراقة حتجيب لبس معين فإحنا النوع ده من اللبس لأ لإنه لا يصلح لكذا وكذا وكذا نوع اللبس ده أوكي ولكن أنا شايفة فيه تحفظ على ألوانه فبما إنه ستايله يتناسب مع مجتمعنا لكن أنا معترضة مع ألوانه أو زوء العام لكن برحتك خب اسمحيلي يمكن قصة اللبس ممكن تكون نسبية باختلاف قناعات كل واحد وباختلاف يعني منهجه كده طبعا لكن خلينا نقول لها الحاجات المسألة ممكن منكون ما بنختلفش عليها تمام إنه في أولاد بيبقوا عندهم قناعة إنه لا أنا مش مذاكرة دلوقتي ومش حعمل ده الأم هنا تبقى وقفة بقى يا ربي أفضل أزوء فيه فيبقى يطلع شخص اعتمدي ومتكل كده ومش معتمد على نفسه ولا أسيبه خالص ويزيعه وبقى مش عارفة عمل إيه وبقى ضيعت السنة كلها عليه ولو ضعت السنة ممكن خلاص يتعود إنه ما بقاش يفرق معي فيلا بقى ضع كل حاجة بسي هي بتتوقف أول حاجة على سن الولد سن الطفل قد إيه وإحنا مش صح مش صح إحنا مخلوقين في حياتنا يعني في حيات أولادنا علشان نحميهم من العواقب يعني في عواقب أنا أقدر أخليها تحمل مسؤوليتها وفي عواقب لا ما رزقش فيها يعني أنت ماكلتش فهتجوع أوكي إن أنا أسيبه جوع تمام أنت ما أخدش الجاكت أو رفضت أخذ الجاكت فهتبرد فأتي أوكي إنه ما حياة يمانا اللي حاود لا لا ما هو بسي هقولك على حاجة إحنا ممكن نربي موقف يعني نصلح الموقف وممكن يبقى هدفنا ربي شخصية فممكن أتنازل عن يوم أو أتنازل عن سنة عشان أربي شخصية ولكن هي التربية بقى هي طريقة إن هدفي إيه هدفي السنة تعدي ولا هدفي يطلع إنسان ملتزم هدفي الدرس يعدي الأوضة تتروق الدنيا تترتب والهدفي الإنسان يطلع مرتب فأنا أتحميل الطفل المسئولية التوجيه الحزن أوضح له العواقب وأخليه شيء المسئولية يتحمل يواجه مواقفه يعني يشيل مسئوليته يتحمل العواقب دي مهمة جدا جدا أنت النهاردة أنا بشوف أمهات بتجيلي العيادة بتعمل الواجب بإدهال شمال الهومورك بتعمله بإدهال شمال علشان نخلص فإحنا بنخلص موقف يعني إحنا بننهي موقف طب هذا الكائن اللي بكرة هيقدم الهومورك بتاعه على إنه هو اللي عمله إنت عملت إيه إنت ماذا خلقتي ولكن أنا في ناحية تانية أنا ممكن هيألو الدنيا جدا وأوجهه جدا وأكون معاه في منتهى الحزم ومنتهى الحب ومنتهى المساعدة ولكن هو ما عملش الواجب في الآخر فبكرة لازم يتحمل عواقب الموقف طبيعي جدا عشان أنا مش هدفي الحصة بأخر كذي أخلص أنا هدفي أنا بربي شخص بربي كائن حتى لو شخص ده ممكن يكون أوفر سنسيتف أو عنده نوع من أنواع الحساسية الشديدة فده ممكن لو تعرض للوم أو لو تعرض لتعنيف لفظي أو أيا كان ممكن يعمله مثلا هروب من الموقف دي كده أنت دخلتي في نقطة تانية اللي هو الطفل الحساس زيادة أنا أعمل معاه إيه صح كده؟ طيب أنا عندي طفل علشان بي مثلا نومه وفي مشاكل فأنا بفصل له التلاجة عشان ينام متخيلة طيب فهو كده أنا بقى بسأل نفسي سؤال أنا كمربي بقاهل ابني للدنيا ولا بقاهل الدنيا لابني يعني أنا مثلا إذا هو حساس زيادة فمش بيتقبل نقد أو 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 ده أنا هقدر أتحكم فيه لحد فين لحد سن كام أنا هروح للميز بتاعته وحقول لها لو سمحتي بلاش الكلمة دي عشان بتضيقه بلاش النوع ده من النقد فأنا بدي للناس الكاتالوج بتاعه ده غلط خالص لأنه ده لي حدود ليه دامت صحيح بعد كده مش هقدر أتحكم في دي صحيح وأنا كده مش هبقى أهله للدنيا فأنا بنتقده بشكل لائق وبوجهه بشكل مناسب ولكن طبعا لكن إني أتعامل أو أروعي ما هي دي بالشكل ده أو دي المشكلة على أي حال يظل الحب مشروط بالاحترام عند الأطفال ويظل المفهوم الاحترام هو أكتر شيء بيخلي هذا الطفل ينتمي لأسرته وينتمي لمحيطه وينتمي لدولته ازرعوا في ولادكم احترام ازرعوا في ولادكم حب حتى حصدوا حب بعد سنوات هتلاقوا ده عايد على الوطن وعايد على الأسرة وعايد على المجتمع كله أعتقد أنه ما فيش رسالة أسمى من دين نتكلم عليها في عيد الحب بنشكر الدكتورة شايماء هلال استشاري علم النفس التربوي كلمتنا في وضوع مهم جدا 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 حول تربية الأطفال في عيد الحب شكرا جزيلا الله يسعدك صباح الخير صباح الخير عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا جزيلا